طيب يعني المشهد بيقول ان الراس هي الحداد متحة الحداد الراس دي في تركيا يا ترى الراس دي بتشتغل بمفردها ولا التنظيم اللي بفضلكم انتو تشظى ومركزيته اتهزت وبدأ يبقى حسب كل موضع في كل دولة بيشتغل بمفرده كده في تركيا لا لازم ناخد بالنا ان ده مسلس راسه مازالت في بريطانيا والراس دي في بريطانيا لها الاسماء اللي بتشتغل بيها وعليها يعني لما اقول ابراهيم مونير على طول لازم تجي بريطانيا فورا لما نقول التميمي لازم نشوف الاتنين دول وهتشوفوهم دلوقتي لان دول الطرف الاساسي اللي موجود في بريطانيا سواء كان ابراهيم مونير او كان التميمي اللي اتنين دول من بريطانيا لازم يقابلهم على طول في المانيا اسمي تاني مهم ابراهيم الزيات ما ينفعش اللعب يبقى بعيد عن الابراهيمين واحد من لندن وواحد من المانيا في المقابل تركيا لان التركيا هي دولة التنظيم يروح فيها على طول متحة الحداد علشان كده من فضلكم ما ينفعش لننسى الاسماء دي ولا نمر عليها مرور الكرام تاين